السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأخبار النادي الأهلي صباح اليوم الأحد الموافق 14 من أبريل وأخبار مثيرة نبدأها بالعنوين أول تعليق من الحكم إبراهيم نور الدين بعد تعيينه حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك وضرب موجع في قائمة الأهلي الخطيب يهنئ سيدات الكرة الطائرة بالأهلي بعد التتويق ببطولة الكأس تحرك عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي ومازنبي وقرار مسير في الأهلي قبل مواجهة مازنبي الكنغولي وخالد مرتقي يعاقب مريم نجلة هناء حمزة بهذه الطريقة ورسميا الوداد المغربي خارج دور أبطال أفريقيا الموسم المقبل بالبداية لا ننسى نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة نزالت أصداء تعيين الحكم إبراهيم نور الدين تسير جدلا كبيرا في أوساط الكرة أو في أوساط الرياضة في مصر إبراهيم نور الدين أدل بتعليق له بشأن تعيينه لإدارة مباراة الأهلي والزمالك والتي ستقام يوم الاثنين المقبل إن شاء الله غدا بإذن الله الساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة تمانية بتوقيت السعودية في الدور المصري نشر إبراهيم نور الدين تعليقا عبر حسابه على فيسبوك بمشاركة صورة له لبيان صادر من اتحاد الكرة يعلن فيه تشكيل طاقم التحكيم لمباراة القمة وعلق عليها قائلا الله المستعين ماذا يقصد الحكم إبراهيم نور الدين بكلمة الله المستعين هل كلمة الله المستعين سينحاذ إلى فريق دون فريق آخر أم الله المستعين ليؤدي مباراة مسيرة مباراة فيها العدل وإرساء العدل في هذه المباراة هذا ما نعرفه إن شاء الله في صافرته يوم غدا بإذن الله الساعة سبعة مساء على استاذ القاهرة الدولي إبراهيم نور الدين حكم الساحة مساعد أول وساني سامي هلهل وهاني عبد الفتاح والحكم الرابع أحمد الغندور حكم الفيديو محمد عادل ومساعد الفيديو عاطف حسين ومعهم كمان تاني مساعد تاني محمود أبو الرجال كل التوفيق لطاقم التحكيم رغم الاعتراضات الكثيرة على الحكم إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلي والزمالك ومن المعروف تحيزه الكبير لنادي الزمالك وقد استقر حسويسري مارشل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الأهلي للمواجهة الزمالك غدا إن شاء الله مصطفى شبير وحمز علاء والزنفلي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول كريم الدبيس وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا وأفشة والسولية وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد رضا سليم وأنتوني مودست وكهربا ووسام أبو علي قائمة قوية للنادي الأهلي وسيكون هناك تشكيل للنادي الأهلي سنعرضه عليكم إن شاء الله مع وجود ملامح للتشكيل من مارشل كولر بعد التدريب اليوم ويلتقي فريق نادي الأهلي مع نادي الزمالك غدا إن شاء الله الساعة 7 مساء على استاذ القاهرة أما ترتيب الفريقين قبل هذه المواجهة ترتيب الدور المصري أو ترتيب النادي الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدور المصري فالأهلي يحتل المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد 10 مواجهات أما نادي الزمالك يحتل المركز 12 برصيد 18 نقطة بعد 12 مواجهة هذا هو ترتيب نادي الأهلي والزمالك في الدور المصري وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التهنئة للاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة وجهازهن الفني والإداري والطبي عقب الفوز مساء أمس ببطولة الكأس وبعد أيام من تحقيق بطولة الدوري وقبلها التتويق بكأس الصوبر وأشاد الخطيب بالمسيرة الناجحة للفريق والأداء المتميز لللاعبات وروحهن العالية وإصرارهن على إحراز اللقب وإسعاد جماهير الأهلي وعبر الكابتن محمود الخطيب على تقديره لمنظومة العمل بالفريق ولما تبسله من جهة للحفاظ على المشوار الناجح وأكد على أن التتويق بالسلاسية الدوري والكأس والصبر المصري يحمل كل فرد في المنظومة مسئولية كبيرة بما هو قادم إن شاء الله ألف مبروك لطائرة الأهلي أو لسيدات طائرة الأهلي نترك النادي الأهلي في المحلية أو في المباراة المحلية أمام الزمالك ونذهب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حيث في الساعات الأخيرة تم الإعلان عن طاقم التحكيم المكلب بإدارة مباراة الأهلي وما زنب الكنغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي هي هتكون يوم السبت المقبل إن شاء الله الساعة ثلاثة عصرا بتوقيت القاهرة في لوب ومباشي في الكنغول وقد أختر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكافة إدارتين المباراة للحكم البورندي باسفيكا وسيتولى قيادة المباراة بمساعدة الأنغولي وأيضا معهم حكم يتولى دانيال لارية مهمة الحكم الرابع لتقنية الفيديو وقد اتفذ الكاف إجراءات عاجلة لضمان أن يتم تنفيذ المباراة بشكل صحيح وتجنب تكرار الأخطاء التحكمية ووفقا لمصادر داخل لجنة الحكام أو لجنة الكاف فإن رئيس اللجنة البنيني قام بالتواصل مع الحكم البورندي باسفيك لتأكيد على ضرورة عدم موجود أخطاء كبيرة في هذه المباراة وذلك لضمان خروجها بشكل آمن ومنصف وعادل هذا ما قرره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خروج المباراة بشكل جيد أما النادي الأهلي إن شاء الله قرر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سفر الفريق يوم الأربعة المقبل إن شاء الله وذلك بعد ظهر الأربعة استعدادا لخوض لقاء الزهاب أمام مازين بالكونغول يوم السبت الأهلي هيسافر بدري في هذه المرة في الملواجهة المازينبي وذلك بسبب ما حدث في المباراة الماضية أمام سنبا التنزاني والتأخر عن موعد المباراة ولكن سيسافر يوم الأربعة فهيكون التدريب الأول هيكون يوم الخميس صباحا وقمع مساء على ملعب المباراة ثم المباراة يوم السبت إن شاء الله الموافق 20 من أبريل الجاري في مباراة الزهاب حدث في كرة طائرة بالأمس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الناد الأهلي حيث وضع مريم مصطفى لعبة فريق الزمالك وأثناء وجود والدتها هناء حمزة في وضع محرج خلال مراسم التسليم وأمام الكاميرات حيث أظهر مقطع فيديو متداول رفض خالد مرتجي مصافحة مريم مصطفى ويأتي ذلك نتيجة اتهامها له بالتزوير عند تجديد عقدها مع الأهلي قبل انتقالها لنادي الزمالك كما رفض ياسر أمر رئيس اتحاد الطائرة مصافحة اللاعبة مريم مصطفى أيضا بسبب عدم ارتدائها الميدالية البرونزية وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سيدات بكأس مصر عقب الفوز على الشمس في المباراة النهائية 3-0 وحصد فريق سيدات الزمالك المركز الثالث في بطولة كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة بثلاثة 3-0 وأظهر المقطع هذا الفيديو موقف المحرج مع مريم هناء مصطفى عندما مدت يدها لخالد مرتجي وياسر أمر وذلك لم يصافح اللاعب على الإطلاق أخيرا معنا خبر من المغرب والوداد المغربي شارج دور أبطال أفريقيا الموسم المقبل حيث يحتل المركز الخامس بعد خسارته بهدف النظيف في الدوري وذلك فرصة التواجد رسميا في دور أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الجيش المغربي بهدف دون رد واحتلاله للمركز الخامس وابتعد رسميا الوداد عن تحقيق أحد المركزين الأول والثاني وذلك العدم ومن المحتمل أن يكون في الكونفدرالية أو لا يكون الموسم المقبل النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر